مرحباً أعزائي الطلاب كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير نحن اليوم سنأخذ درساً إملائياً جديداً يعني سندرس درساً إملائياً جديداً وهو الهمزة المتطرفة ولكن قبل ذلك سنعيد التذكير بدرس الهمزة المتوسطة كونه مرتبط شديد الارتباط بالهمزة المتطرفة إذن سندمجوا هذين الدرسين في درس واحد لنبدأ إذن يجب على المتعلم أن يكون قادراً على أن يعرف بالهمزة المتوسطة يعرف بالهمزة المتطرفة يعلل كتابة الهمزة المتوسطة في بعض الكلمات ويعلل كتابة الهمزة المتطرفة في بعض الكلمات إذن هنا سنتعرف على الهمزة المتوسطة تعرفنا عليها من قبل سنتعرف الآن على الهمزة المتطرفة وما الفرق بين الهمزة المتطرفة والهمزة المتوسطة نعيد التذكير بالحركات في اللغة العربية بما لها من غاية في الأهمية بمثبت نسبة لدرسنا لهذا اليوم الحركات في اللغة العربية هي ماذا؟ هي أربعة لدينا الكسرة ولدينا ضمة ولدينا الفتحة ولدينا السكون ولاحظوا معي هنا أنني قمت بترتيب هذه الحركات الأربعة بترتيب من الأقوى إلى الأضعف إذن الكسرة أقوى الحركات يريها الضمة يليها الفتحة ويليها السكون السكون هي أضعف الحركة أقوى الحركات الكسرة والسكون هي أضعف الحركة إذن سنكمل الآن انطلاقاً من هذه الحركات الأربعة الآن الحركات وما يلائمها سننتبه جيداً هنا لدينا الكسرة التي هي أقوى الحركات يناسبها كرسي الياء أو النبرة هذه هي كرسي الياء الضمة ماذا يناسبها الواو الواو إذن هنا ستجلس الهمزة على الواو لأن الضمة يناسبها الواو الفتحة ماذا يناسبها الألف إذن الفتحة هم الهمزة ستكتب فوق الألف واضح إذن هذه هي إذن الفتحة يناسبها الألف السكون ماذا يناسبها السكون يناسبها الهمزة التي تكون منفردة على السطر إذن السكون يناسبها الهمزة المنفردة على السطر لذا ماذا نقول لذا تكتب الهمزة هنا الهمزة القطع تكتب منفردة على السطر واضح؟ إذن هذه الصفحة هي مهمة جدا جدا لدرسنا أن نعلم ما هي الحركات الأربع ما هي أقوى الحركات وما هي أضعف الحركات وكل حركة ما هو الحرف الذي يلاقي بها إذن نعيد التذكير فقط بالهمزة المتوسطة قلنا أقوى الحركات الكسرة تليها الضمة فالفتحة والسكون أضعف من كل الحركات وقلنا بأن معيارية تعليل الهمزة المتوسطة إذا وقعت الهمزة في وسط الكلمة لأن لماذا قلت في وسط الكلمة؟ الهمزة المتوسطة هي الهمزة التي تقع في أين؟ في وسط الكلمة إذن هذه هي الهمزة المتوسطة نظرنا إلى حركتها وحركة الحرف الذي قبل إذن في الهمزة المتوسطة ننظر إلى حركة هذه الهمزة التي هي في وسط الكلمة وحركة الحرف الذي قبلها وماذا نفعل؟ نختار حركة الحرف الأقوى مثلا في الوسط لدينا حركة الهمزة الضمة وحركة ما قبلها الفتحة إذن نظرنا إلى حركة الضمة ونظرنا إلى حركة الحرف الذي قبلها وهو الفتحة ثم ماذا نختار حركة الحرف الأقوى إذن تكتب الهمزة على حركة الحرف الأقوى بينهما من أقوى؟ الضم أو الفتحة؟ الضم أقوى من الفتحة لأن الضم تحتل المرتبة الثانية طيب الضم أقوى من الفتحة والضم ماذا يناسبها؟ قلنا الواو لذلك تكتب الهمزة على الواو إذن ثم كتبناها على حرف يجانس الحركة الأقوى بينهما إذن أنا نظرت إلى هذا الحرف حركة هذا الحرف وحركة الحرف الذي قبله ونختار حركة الحرف الأقوى ونكتب الهمزة على الحرف الذي يناسب هذه الحركة واضح؟ هذا بالنسبة للهمزة المتوسطة. الآن سنأخذ قاعدة صغيرة إضافية للهمزة المتوسطة لم نأخذها خلال الأسبوعين المنصارين. ماذا يقول لنا هنا؟ إذا وقعت الهمزة المتوسطة بعد ألف المد أنا سأضع هنا كلمة قراءة تفاؤل وحراءة طيب أول شيء السؤال الذي يطرح نفسه هنا أين هي الهمزة هنا في كلمة قراءة؟ هي همزة متوسطة في وسط الكلمة. طيب بماذا سبقت هذه الهمزة؟ سبقت بألف المد أحسنتم. ألف المد يعني هي ألف التي تكون مع حرف الرا تشكل مع حرف الرا صوتا طويلا واضح؟ لأن أقول قراءة هنا أمد مع حرف الرا هذه الألف تسمى ألف المد واضح؟ تفاؤل أين هي الهمزة هنا في وسط الكلمة إذن هي متوسطة بماذا سبقت أيضا بألف المد لأني أقول تفاؤل أنا أمد على هذا الحرف ألف المد أيضا حرائق أين هي الهمزة هنا؟ طيب بماذا سبقت أيضا بألف المد؟ طيب الهمزة المتوسطة التي هي بوسط الكلمة في هذه الحالات الثلاثة سبقت بألف المد لننظر ما هي حركة الهمزة في كلمة قراءة؟ حركتها الفتحة ما حركة الهمزة في كلمة تفاؤل حركتها الضمة إذن هي حركتها الفتحة هي حركتها الضمة وما حركة الهمزة في حرائق الكسرة؟ طيب هون عندما تقع الهمزة المتوسطة بعد ألف المد ليس هناك من داع أن أنظر إلى حركة هذا الحرف وحركة الحرف الذي قبله وأختار الحرف الأقوى عندما تسبق الهمزة المتوسطة بألف المد تكتب أين كتبت هنا الهمزة القطع على السطر؟ تكتب على السطر إذا كانت حركتها الفتحة وتكتب على الواو إذا كانت حركتها الضمة وتكتب على كرسي الياء إذا كانت حركتها الكسرة واضح؟ يعني إذا وقعت الهمزة المتوسطة بعد ألف المد كتبت على السطر إذا كانت مفتوحة يعني إذا كانت حركتها الفتحة كما في كلمة كراءة وعلى الواو إذا كانت مضمومة نحو كلمة تفاؤل وعلى كرسي الياء إذا كانت مكسورة نحن نعلم بأن الهمزة المتوسطة تقع في وسط الكلمة صح؟ وقلنا بأن في الهمزة المتوسطة لدينا الكسر أقوى الحركة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون وكنا نقول بأنه في الهمزة المتوسطة ننظر إلى حركة الحرف وحركة الحرف الذي قبله ونختار حركة الحرف الأقوى صح؟ وقلنا بأن الهمزة المتوسطة تجلس على الواو وتجلس على وتكون همزة منفردة على السطر وتجلس على كرسي الياء وتجلس على الألف قلنا بأن هذا النضمة يناسبها الواو صحيح؟ والكسرة يناسبها كرسي الياء والفتحة يناسبها الألف والسكون يناسبه ماذا؟ الهمزة المنفردة على السطر واضح؟ هذه الحالة بالنسبة للحالات العادية للهمزة المتوسطة ولكن قلنا هنا بأن هذه الهمزة المتوسطة الهمزات المتوسطة التي وقعت في وسط الكلمة سبقت بألف مد لذا فهي إن كانت مفتوحة كتبت على السطر إن كانت مضمومة كتبت على الواو وإن كانت مكسورة كتبت على كرسي الياء يجب أن ننتبه جيداً أن نلتفج جيداً هنا الآن إعادة التذكير بالدرس مراجعة قبل أن نذهب إلى درس الهمزة المتطرفة لنبدأ بكلمة قراءة ما نوع الهمزة هنا؟ إذن هذه هي الهمزة واضح؟ هي من همزات القطع طبعاً هذه ليست همزة قطع ولكن عندما أضع هذه الهمزة الألف هنا تصبح لديها همزة قطع إذن هذه هي نسميها همزة القطع واضح؟ سواء جلست هذه الهمزة القطع على الألف أو على الواو أو على كرسي الياء أو على السطر قراءة إذن الهمزة متوسطة أول شي دائماً بدأوش نوع الهمزة هي همزة متوسطة ولا أي نوع من الهمزة إذن الهمزة متوسطة أول شغلة يجب أن أفعلها هنا ليس فقط أنه نحن معه بهمزة متوسطة أنه يجب أن ننظر إلى حركة الحرف وحركة الحرف الذي قبله ولكن صار في عمدي معيار جديد هنا أنه يجب أن أرى إن كانت هذه الهمزة سبقت بألف المد واضح؟ طيب لنرى بماذا سبقت هذه الهمزة؟ بألف المد إذن سبقت بألف المد سبقت بألف المد إذن هون إلا أنه سبقت بألف المد ما في دعول أنه حركتها كذا وحركت ما قبلها كذا ولذلك كتبت على كذا فقد أقول الهمزة متوسطة سبقت بألف المد وحركتها ما حركت هذه الهمزة وحركت الهمزة الفتحة أهل عندما تصبق الهمزة بألف المد وتكون حركتها الفتحة أين تكتب؟ تكتب على السطر لذلك كتبت أين على السطر هنا أخذ مثالا آخر ولكن مثال آخر عن الهمزة المتوسطة رأة أو دقوب دقوب أين هي الهمزة؟ هذه هي الهمزة أنا ألاحظها من خلال همزة القطعة الهمزة متوسطة الآن هل سبقت هذه الهمزة بألف المد؟ كلا إذن أختار حركتها وحركة الحرف الذي قبلها ما حركتها؟ الضم وما حركت الحرف الذي قبلها؟ إذن حركتها الضم وحركت ما قبلها أو ما قبلها الفتحة ومن أقوى الضم ولا الفتحة؟ والضم أقوى من الفتحة عنا كسرة ضمة بعدين فتحة بعدين شو سكون إذن من أقوى هم بحسب الترتيب الضمة أو الفتحة؟ إذن والضم أقوى من ماذا؟ من الفتحة والضم أقوى من الفتحة لذلك أين كتبت الأنمو الضم أقوى من الفتحة؟ باختار حركة الضم الكسرة شو بناسبة لنا؟ كرسي الياء ضمة شو بناسبة؟ الواو الفتحة شو بناسبة؟ الألف والسكون شو بناسبة؟ الهمزة المنفردة على السطر واضح؟ طيب ضمة أقوى من الفتحة إذن أين تكتب الهمزة؟ على الواو لذلك كتبت على الواو الواو واضح؟ نأخذ مثال آخر مثلاً رئيف رئيف أين هي الهمزة؟ إذن الهمزة متوسطة ما حركتها؟ الكسرة لم تسبق بألف مت طبعاً لا أطبق قاعدة ألف المت حركتها الكسرة وحركة ما قبلها الفتحة وأيهما أقوى؟ الفتحة أم الكسرة؟ والكسرة هيا المرتبة الأولى الكسرة والمرتبة الثلثة الفتحة فإذن والكسرة أقوى من من؟ من الفتحة واضح؟ والكسرة أقوى من الفتحة لذلك أين تكتب إذا كانت الكسرة أقوى من الفتحة على حركة على الحرف الذي يناسب الكسرة ماذا يناسب الكسرة الكرسية؟ لذلك كتبت على ماذا كرسي الياء واضح؟ الآن بعد أن نهاينا مراجعة الهمزة المتوسطة سنبدأ بالهمزة المتطرفة وهذا دار السهل سهل جدا لنبدأ الهمزة المتطرفة سأبدأ بقراءة الفقرة أعيش أهنأ الأوقات في الصيف استمتعوا بدفء الرمال وأطفئوا الحرة في مياه البحر التي تبدو صفحة لؤلؤ تحت الشرس سنبدأ ب أن نضع خطا تحت الكلمات التي انتهت بالهمزة أعيش أهنأ الأوقات في الصيف أين وقعت الهمزة في كلمة أطفئ؟ لنأخذ كلمة أطفئ أين الهمزة بكلمة أطفئ؟ في عندي همزة طبعا أنا عم بقول همزة القطع واضح؟ دايما بسقول الهمزة هي همزة القطع يعني أنا عندما أقول أين وقعت الهمزة في كلمة أطفئ مش يعني شو هو الحرف اللي قعدت على الهمزة يعني أين وقعت الهمزة؟ هي هي الهمزة اللي عم بسأل عنا أين وقعت؟ فيما بعد نبرر لماذا جلست هذه الهمزة على هذا إذن وقعت أين في نهاية الكلمة هي لم تقع في وسط الكلمة إذن في نهاية الكلمة واضح؟ طيب ما حركت أطفئ؟ الحرف الذي قبل ما حركت الحرف الذي قبلها؟ ما حركت الحرف الذي قبل الهمزة؟ الكسرة طيب السؤال الثالث أي حرف يجانس الكسرة التي قبل الهمزة؟ يعني أي حرف يناسب يناسب الكسرة التي تقع قبل الهمزة؟ ما هو الحرف الذي يناسب الكسرة؟ كرسي الياء إذن على ماذا كتبت الهمزة هنا؟ كتبت الهمزة على كرسي الياء طيب لاحظوا هنا على ماذا كتبت الهمزة؟ على كرسي الياء ماذا كتبت الهمزة على كرسي الياء؟ لأن حركة الحرف الذي قبلها هو الكسرة والكسرة يناسبها كرسي الياء إذن على أي صورة كتبت الهمزة المتطرفة المكسور ما قبلها على صورة كرسي الياء بصورة كرسي الياء واضح؟ في عندي أنا نوعان من كرسي الياء في عندي هي كرسي الياء اللي بتجي وسط الكلمة وفي عندي هي كرسي الياء اللي بتجي بنهاية الكلمة واضح؟ إذن الهمزة هنا وقعت أين؟ في نهاية أنا عم ببحث عن هيد الهمزة وقعت في نهاية الكلمة واضح؟ طيب، هذه الهمزة التي وقعت في نهاية الكلمة، همزة القطع طبعاً التي وقعت في نهاية الكلمة، ماذا نسمي الهمزة التي تقع في وسط الكلمة، في نهاية الكلمة؟ إذن الهمزة التي تقع في آخر الكلمة مش بوسط الهمزة المتوسطة بوسط الكلمة في آخر الكلمة هي الهمزة المتطرفة إذن سمي بالهمزة المتطرفة لأنها همزة قطع تقع في آخر الكلمة إذا أردنا أن نعلل الهمزة المتطرفة أول شيء نبحث عن موقعها هي موجودة بوصب نهاية الكلمة وننظر إلى حركة الحرف الذي قبلها يعني مش بتطلع مثل الهمزة المتوسطة على حركتها وحركة الحرف الذي قبلها أنظر إلى حركة الحرف الذي قبلها وتجلس الهمزة على الحرف الذي يجانس حركة الحرف الذي قبلها واضح يعني هنا الهمزة متطرفة ما حركة الحرف الذي قبلها الكسرة طيب وماذا يناسب الكسرة وما هو الحرف الذي يناسب الكسرة التي هي قبل الهمزة والكسرة يناسبها كرسي الياء لذلك أين كتبت الهمزة على كرسي سنأخذ كلمة أخرى أهنأ الآن سنبدأ بالتعليل أين وقعت الهمزة في نهاية الكلمة إذن هي نقول الهمزة متطرفة طيب أي حرف يجاند ما حركة الحرف الذي قبلها؟ ما حركة الحرف الذي قبلها؟ الفتحة وحركة الحرف الذي قبلها هو الفتحة وما الذي يجانس الفتحة؟ ماذا يناسب الخطوة الثالثة؟ ماذا يناسب الفتحة؟ والفتحة يناسبها الألف فإذا لذلك بما أن الفتحة يناسبها الألف أين تكتب الهمزة؟ لذلك كتبت الهمزة على الألف هات بدي على الكتابة الهمزة كتبت الهمزة على الألف واضح؟ ناخد كلمة تانية إذن نحن بنعرف كسرة كرسي الياء ضم واو كسرة فتحة ألف سكون منفردة على السطر واضح؟ أين هذه كلمة لؤلؤ؟ هون الهمزة شو كمان؟ متطرفة إذن بكلمة لؤلؤ الهمزة ماذا؟ متطرفة طيب ما حركة الحرف الذي قبلها؟ الضم وحركة الحرف الذي قبلها هو الضم طيب والضم شو بناسبة؟ والضم نقول شو بناسبة ها؟ والضم يناسبها ماذا؟ الواو لذلك عشو كتبت الهمزة على الواو بحيث التالي إذن خلاصة الموضوع أعزائي بأن الهمزة المتطرفة تكتب على ماذا؟ على حركة الحرف الذي قبلها تكتب على الحرف الذي يجانس حركة الحرف الذي قبلها لنأخذ كلمة دفق أين هي الهمزة؟ في نهاية كلمة طيب بماذا السبقات؟ إذن هنا الهمزة متطرفة ما حركة الحرف الذي قبلها؟ هنا حركة الحرف الذي قبلها السكون اللي هي أضعف الحركات واضح؟ إذن الهمزة متطرفة وحركة الحرف الذي قبلها السكون لذلك كتبت الهمزة منفردة على السطر إذن تكتب شو منقول؟ الهمزة متطرفة بدي أقول الهمزة متطرفة أين كتبت؟ وين كتبت الهمزة؟ على السطر بدي أقول بهذه الطريقة كتبت على السطر لأنها سبقت بحرف ساكن هيك بالضبط بدي أقول يعني لأنه إجاء قبل ماذا سكون لأنه منعرف إحنا السكون ينائمها الهمزة المنفردة على السطر لأنها سبقت بماذا؟ بحرف ساكن الآن لنرى ماذا سنستنتج شرفنا على النهاية إذن إذا تطرفت الهمزة لا يلتفت إلى حركتها يعني إذا تطرفت الهمزة ما تطلع على حركتها لا يلتفت إلى حركتها بل تكتب بحسب حركة ما قبلها يعني أنظر إلى حركة الحرف الذي قبلها وأكتبها إذن تكتب على الألف إذا سبقت بماذا؟ بفتحة تكتب على الواو إذا سبقت ماذا؟ بضم تكتب على صورة الياء أو على كرسي الياء إذا سبقت بماذا؟ بكسرة كرسي الياء أعزائي في نهاية الكلمة الهمزة المتطرفة الهمزة توضع هنا واضح؟ على السطر إن سبقها سكون كتبت هنا على السطر لأنها سبقت بحرف ساكن هذه هي معايير أو تعليل كتابة الهمزة الآن هنا أنا عطيت تعريفا للهمزة المتطرفة إذن الهمزة المتطرفة هي واحدة من همزات القطع الموجودة في آخر لماذا شألت واحدة من همزات القطع؟ لأنه عندي أنا همزات قطع همزة ابتدائية وهمزة متوسطة عشان هك أنا قلت عند هوني همزات القطع وبرجع أقولها هي همزة القطع ولكن هذه همزة القطع لديها أحرف تجلس عليها لهذا السبب سميت بالهمزة المتطرفة الكسرة يناسبها ماذا النبرة؟ إذن الكسرة يناسبها النبرة الضمة يناسبها حرف الواو الفتحة يناسبها الألف والسكون تناسبه الهمزة المنفردة على السطر نظروا مثلا بكلمة بكاء هذه الهمزة هنا شو متطرفة؟ واضح؟ جاءت بعد ماذا حرف ساكن بس بقول هيك جاءت بعد حرف ساكن لذلك كتبت على ماذا؟ حتى لو ألف المت بس ما هو حرف ساكن جاءت بعد حرف ساكن لذلك كتبت على السطر من اللي كتب الهمزة؟ لذلك كتبت على ماذا؟ على السطر السؤال الأخير والمهم والذي يلخص درسنا أو درسينا لهذا اليوم كلمة تساؤل لنعلل كتابة الهمزة أول شي بدي أقول هاله الهمزة متوسطة أم متطرفة؟ يلا لنبلش أين وقعت الهمزة؟ ها هي الهمزة؟ عم فتش على هيد الهمزة هل هي متوسطة أم متطرفة؟ بوسط الكلمة إذن متوسطة الهمزة متوسطة أول شي لما بتقول متوسطة قلت في عندي معيارين أول شي أود أقول حركتها وحركة الحرف الذي قبلها ولكن إن سبقت بألف ماد بسرحة كتابة من نطلع على هيد الهمزة بشو سبقت؟ بماذا سبقت الهمزة؟ بألف الماد إذن سبقت بألف الماد الهمزة متوسطة وسبقت بألف الماد أو الهمزة متوسطة حركتها بقول شو حركتها؟ الضمة واضح؟ طيب هي همزة متوسطة حركتها الضمة وبماذا سبقت بألف الماد؟ طيب سبقت بألف الماد وحركتها الضمة على شو تكتب إذا كانت حركتها الضمة وسبقت بألف الماد تكتب على الواو واضح؟ إذن الهمزة متوسطة حركتها الضمة كتبت إذن متوسطة حركتها الضمة وقد سبقت سبقت بألف الماد أو أستطيع أن أقول الهمزة متوسطة سبقت بألف الماد وحركتها الضمة لذلك كتبت على ماذا؟ لذلك كتبت على الواو واحدة تانية حرائك الهمزة شو هم؟ متوسطة بماذا سبقت أيضا؟ بألف الماد سبقت بألف الماد وما حركتها؟ حركتها الكسرة طيب إذا حركتها الكسرة عشو بتكتب؟ نكتبها ع كرسي الياء واضح؟ إذن الهمزة متوسطة سبقت بألف الماد لذلك وحركتها الكسرة يعني الهمزة حركتها الكسرة لذلك على شو كتبت؟ على كرسي الياء بينما لو كانت مسبوقة بألف الماد وحركتها للفتحة تكتب على همزة منفردة على السطر واضح؟ مثلا كلمة لؤلؤ الآن عندي لؤلؤ اتنان عندي همزة متطرفة وهمزة متوسطة لاحظوا معي هنا واضح؟ خليني أخذ الهمزة المتطرفة ليش همزة؟ إذن بنهاية الكلمة الهمزة متطرفة هل فيه بالهمزة المتطرفة أقول حركتها وحركة الحرف الذي قبلها؟ أكيد لا إذن الهمزة متطرفة ما حركة الحرف الذي قبلها؟ حركة ما قبلها الضمة وما هو الحرف الذي يناسب الضمة؟ والضمة يناسبها الواو لذلك عشر كتبات لذلك كتبات على الواو واضح؟ هون أين الهمزة؟ أيضا في نهاية الكلمة الهمزة متطرفة ما حركة الحرف الذي قبلها؟ أو حركة ما قبلها الفتحة هون فيش عندي أقوى الحركات وأضعف الحركات ومين أقوى؟ هون عندي همزة ننظر إلى حركة الحرف الذي قبلها وبشوف شوي الحركة اللي بتجانس هيدا الحرف أو بتناسب هيدا الحرف ستجلس الهمزة على حركة على الحرف الذي يجانس حركة ما قبلها طيب إذن الهمزة متطرفة حركة ما قبلها الفتحة وماذا يناسب الفتحة؟ والفتحة يناسبها الألف طيب إذا الفتحة يناسبها الألف عشو بدأت تنكتب على الألف واضح؟ دف يلا الهمزة هيها هل هي بواسط الكلمة أو بنهاية الكلمة؟ بنهاية الكلمة إذن الهمزة متطرفة لنرى ما حركة الحرف الذي قبلها حركة الحرف الذي قبلها السكون إذن عشو بتكتب الهمزة لما بتكون حركة ما قبلها السكون تكتب منفردة إذن الهمزة متطرفة وجاءت بعد ماذا؟ حرف ساكن وجاءت بعد حرف ساكن لهذا ماذا؟ كتبت على السطر لهذا كتبت منفردة على ماذا؟ على السطر كلمة شاطئ شاطئ ها هي الهمزة في نهاية الكلمة إذن الهمزة متطرفة حركة ما قبلها ماذا؟ الكسرة لأن حركة الحرفة القبلها هي الطا حركة ما قبلها الكسرة مش ها هو الحرف اللي قبلها حرف اللي قبلها هو الطا وهيد اللي هيك هي حرف واحد كرسي الياء نسميها واضح؟ هي بسميها كرسي الياء طيب وحركة ما قبلها الكسرة والكسرة ماذا يناسبها؟ نبرة أو كرسي الياء؟ والكسرة يناسبها الكرسي الياء لذلك كتبت الهمزة على كرسي الياء أو لذلك كتبت الهمزة على صورة الياء؟ هذا ما يتعلق بدرسي الهمزة المتوسطة والهمزة المتطرفة وكيف نعلل كتابتهما؟ وكيف نعلل كتابة كتابتهما؟ وهذا سيسعفنا في الامتحان الرقمي الذي سيجرى في الأسبوع القادم، وسيساعدنا على على حل الفرض المطلوب لهذا الأسبوع والمتعلق بهذين. الدرسين إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم إلى اللقاء ودنتم بخير